تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العهل الأردنية الملك عبدالله الثاني تم خلاله التبحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وقد تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة أكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين وشدد على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الزعيمين حذروا في هذا الصدد من خطورة استمرار الحرب في غزة والتساعي نتاقي الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة ويؤدي لتدعيات سلبية على شعوب المنطقة كفة وعلى السلم والأمن الدوليين وقد أشاد العاهل الأردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية كما ثمن الرئيس السيسي الجهود الأردنية في ذات السياق ترجمة نانسي قنقر